بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوية جديدة مشيوة اوم شمس كانت بنا دائما تكونوا في احسن حال اليوم ان شاء الله غان نشوفوا مع بعض كيك كيجي رائع جدا طريقة اللي جديدة وكيجي مضاقه خاطير جدا كذلك فكانت من الفيديوين اللي اعجبكم ودائما ما تبخلوش علينا بتشجيعكم لينا ومشيوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير فبنسبة للطبقة الاولى او لطبقة الكيك غادي نحتاج لها بيضة واحدة كاملة تكون بحرارة الغرفة نضعها هكا في ايناء وغا ندفع لها الفانيلا هنا عندي فانيلا ببودر يعني كندفعي تقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة ما تكونش عمرها بثاف حال هاتشكل وغادي ندفو كذلك نصف كأس ديال العنبا ديال السكر حبيبات لكي عادل ثمانين كرام يعني كنعمرو نصف كأس وكنخلط هاد العناصر هادو غيب الطراب اليداوي كما اشتو معايا يعني هاد الكيك غنعملو غيب الطراب اليداوي ما غاديش ياخد معنا وقت بزاف وغانعملو كيك اللي راقي جدا وما داقو ولا ارواع فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه غادي نحرك العناصر هكا على هاد الشكل هادا حتى كان يعني البيض ديالنا كيتخفق مزيان يعني كتدوب هاد السكر ساني دا اللي ضفنا عليه فبحل هاد الشكل هكا وغادي ندف مباشرة ربع كأس ديال زيت نباتي لكي عادل 50 جرام فالمقه هاد ان شاء الله غا تلقاههم تحت الفيديو في صندوق الوصف يعني بالتفصيل هنا ضفت قبيصة ديال الملحة وغادي نخلط جيدا هاد العناصر بحال هاد الشكل دائما هنا الفورن عندنا راشعلناه بنقبل باش كي يسخن ودبا غادي نضيف على هاد الخالط كامل غادي نضيف عليه آآ طاحين ديالنا فبنسبة للطحين فبالقرام اللي هو 100 جرام ديال الطحين مع خميرة كيميائية ولخميرة الحلويات 7 كرام كان غرب لهم على هاد الشكل وبنسبة لكأس دلعن با فبنسبة للطحين يعني كأس ميكوش عمر بزاف كأس قل شوية وغادي نحرك جيدا وغادي نضيف هنا في آخر مرحلة غادي نضيف ربع كأس ديال الماء غليان يعني ماء يكون طايب كان نضيفه هنا في آخر مرحلة بحال هاد الشكل وكان نخلط وغادي نضيف كذلك معلقة كبيرة ديال الخل لي كيعطي دائما هاشة الكيك ديالنا وكيجي كيك اللي خفيف بزاف فغادي نحرك العناصر على هاد الشكل كاملي بحال هكا احتكي تجانسو معايا والخالط ديال الكيك ديالنا كيوجد ومباشرة غادي ناخدوه المول ديال الكيك اللي مطابعة الحال كان دهنوه بالزبدة وكان نرشوه بالطحين حال هكا انا استعملت هاد المول هاد يعني البيريكس اللي كيكون تقيل وكياخدو وقت في الفرن فباش هات الكيك ديالنا يطيب على خاطره فحيط طريقة ديالتو خصها ضروري نستعملوه مول يكون تقيل فغادي نعمل خالط ديالنا على هاد الشكل ونحاول نسويه وندخلوه الفرن حتى كيتب معايا الكيك وتينشف وكيد كذلك كيد يدهب ونخرجوه من جهه اخرى على ما يطيب لنا الكيك يعني مباشرة كانو نمشيو باش نوجدو الطبقة التانية فاخديت اينا عملت فيه بيضة كاملة شوية الملحة وكذلك نصف كأس ديال السكر حبيبات يعني نصف كأس ديال السكر سنيدة وشوية ديال الفانيلا على هاد الشكل وغادي نطرب هاد الخاليط هادا مزيان على هاد الشكل طريقة ره بسيطة بزاف هنحاول نطرب هاد البيضة شوية هكا هاد طبقة ديالتانية اللي كانو وضعه فوق من الكيك فكيد جي صاره حتى لديدة لديدة وكتعطي واحد المعنى اخر لهاد الكيك هادا هنتو مم بعد ما طربت الخاليط غادي نضيف عليه كذلك نصف كأس ديال زيت النباتي دائما بالعبار ديال العنبه حال هكا ونطرب جيدا هنتو مم حتى كتولي بحش كريمة خفيفة حاولت يعني نبي لكم يعني جميع المراحل عفوا حال هكا وهنا بعد ما خلط هاد العناصر كاملة خدي نضيف الان على هاد الخاليط هادا نصف كأس ديال الكوك يعني الكوك عادي ما طحنتو متى حاجة يعني كنضيفه نصف كأس ديال العنبه ديال الكوك فالخاليط ديانك يكون على هاد الشكل هدي نضيف عليه الكوك وغادي نخلط وغادي نضيف كذلك نصف كأس ديال الجوز او ديال القرقاع اللي مهرمش اه محمر او مهرمش هنا بالنسبة للقرقاع ممكن تعودوه باللوز ممكن تعودوه بالكوكاو ممكن تعودوه بالزنجلان فالمكسرات اللي بغيتو ولكن صراحة بالجوز وباللوز كتجي وتاب الكوكاو كتجي رائع غادي نخلطو الخاليط على هاد الشكل هادا وغادي نضيف اخر مرحلة يعني احتا نخلط مزيان مزيان هاد الخاليط ديالنا والجنس معانا وغادي نضيف اخر مرحلة معلقة كبيرة ديال الناشا بالنسبة للمعلقة كبيرة الناشا اللي مكيتوفرش عندها الناشا ممكن تعودوها بمعلقة كبيرة ديال الطحين او الليل اللي مبغيتيش تعملي في هاد طبقة كذلك الطحين او الناشا ممكن تعملي كاس ديال الكوكاو يعني تكملي الكاس كامل ديال الكوكاو فهنا صراحة بهالطبقة اللي ضفت فيها يعني معلقة كبيرة الناشا انا الغرض منها انها تعطيني خفة لهاد الطبقة التانية وفعلا يعني اعطتني واحد الخفة رائعة هنخلطها جيدا بحل هات الشكل فخاص الخاليط يعطينا هاد لا تيكستور او لهاد القاوام هادا باش كنكون متأكدين من نجاح الطبقة التانية فمهم جدا هاد الملاحظة هنخلط مزيان خاصة تكون هكا تقيلة سفيهنا من بعد ما غاني نخلطها جيدا هدي نوضعها على جنب ومشو باش نجيبوا الكيك دينا من الفران من بعد مطابعة الحل ما طابوا تحمر يعني نخليه يطبع لها خطره وكيتحمر فهو هادا يعني من بعد ما طابنته ما كيجي كيك اللي خفيف خفيف بزف مباشرة هو سخون يعني ما كيخليه لا يبرد للتحاجة غادي نعمل فوق منه الطبقة اللي عملنا او اللي وجدنا غادي نزلها مباشرة فوق من الكيك دينا والفران را خليه تشاعل على عفية اللي مهيلة بزف نحاول نبسط هاد الطبقة هادي التانية نبسطها جيدا فوق من الكيك هالكي ما غتشوفو معي هاكا غيب الملعقة نحاول نبسطها مزيان تشد نفس الفورما ديال الكيك دينا هنرا ممكن تعملو داك اللي مو اللي كيتحلو من الجناب يعني دي القراسة فقط عملو تحت منهم في الطياب يعني عملوش حاجة تقيلة من تحت باش تاخد معاكم الوقت وعادي نعاود ندخل الكيك ديالي للفرن لمدة متى تجاوز سبعات دقايق يعني كندخلو كيبالي يشدد ديك طبقة تانية هي كتبالي يشدد يعني صافين شفت كنحمرها من الفق وكنخرجها فكيجي على هاد الشكل هادا ما تخليوهش بزاف باش ما تتحرقش لكم هالطبقة التانية لانها يعني كيك نقولو حساسة بزاف يعني ضغيكة طيب فهنا من بعد ما خرجت الكيك ديالي فخليوهي لكنتو يعني ما مستعجلينش عليه خليوه تيبرد انا هنا يعني على قبل التصوير فمباشرة هو سخون غنقسمو معاكم باش تشوفو كيفاش كيجي كيما قلت لكم فالطبقة التانية ما تخليوهاش بزاف يعني من خمسة حتى سبعات دقايق وما كاملاش يعني غيت بلليكم نشفت حمروها شوية من الفق وخرجوها فبالنسبة لتزيين ديال الكيك ديالنا فأنا غنقترح لكم تزيين اللي بسيط فممكن كذلك تعملو غي شوية ديال السكر غلاسي من الفوق او لدهنوها وتعملو الكوك فأنا عجبني هاد اللون ديالها فقط غنعمل وهي يعني خليتها دفت شوية غنزيينها هكا بوريدات من الشانتي اللي بقات لي من وصفات سابقة حال هات الشكل فبغيت هادك اللون ديالها يبقى بارز يعني معجات محمرة وزوينة وغنعمل شوية من نجارة ديال الشوكولة على هات الشكل فهذا يعني كاقترح فقط ممكن يعني تزينوها من الفوق هكا بالقرقاع اللي بغيتو كذلك يعني يعطي واحد لغابل ان نراها كيك فيه القرقاع اولا اي نوع من المكسارات اللي عملتو فيها يعني مثلا لبغيتو تعملو فيها الكوكا او هات زينو بالكوكا اولا باللوز اللي عملتو فيها اللوز فغادي نزينها على هاد الشكل هادا وغادي نقدمها لكم بهاد الطريقة هادي كيماشتو كيتجي رائعة بزاف وكيجي فيها جوج طباقات كيماشتو ما بين ذاك البني مع ذاك الاسفر ديال الكيك كيجي صراحة جميلة في المنظر ديالها وفي الماداق فصدقوني كيتجي خطيرة جدا انا اكيدة هاد الكيك هدا يعني الى جربته غيو اللي معتمد عندكم يعني لكانوا جين عندكم ضيوف او لحباب عزاز فضروري غتوجدوا لهم هاد الكيك هدا لانهم غادي يطلبوه لكم صراحة كيجي ولا ارواح لان ذاك الطبقة اللي من الفوق كتجي بحل براونيز يعني متتجي مقرمشة من ذاك الطبقة رقيقة من الفوق وكتجي التعليكة للداخل عاد الكيك اللي كيجي من فش فش من التحت فما بقى لكم الا الجربوه كانت معكم ام شمس وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انهيب